في بداية هذه الدروس يحسن التنبيه على أمور ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها بل ينبغي على كل مسلم أن يستذكرها خاصة في معاملته مع الله وبالأخص إذا كان طالب علم يريد التقرب إلى الله بعلمه فأعظم هذه الأمور وأجلها على الإطلاق التذكير بحق الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبارك لطالب العلم في طلبه وأن يرزقه السداد والتوفيق في تعلمه وعلمه وعمله بذلك العلم وتعليمه للناس أكرمه بالإخلاص لوجهه وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجل والمثوبة وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على تعظيم أمر الإخلاص فينبغي على طالب العلم أن يستحضر هذه النية الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى في كل مجلس يجلسه ويكون أمره مع الله سبحانه وتعالى على أتم من وجوه وأكملها من القيام بحقه وحقوقه وأدائه على الوجه الذي يرضيه وأن يبتعد كل البعد عن الرياء والسمعة والمراء والجدل في العلم الأمر الثاني ينبغي على طالب العلم أن يسأل الله مخلصا من قلبه أن يكون علمه نافعا شافعا له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم فيسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أذكار الصباح بعد صلاة الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وعبلا متقبلا فهذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم أن يستكثر من الدعاء والرجاء في الله سبحانه وتعالى أن يكون علمه نافعا فإذا كان العلم نافعا شرح الله به صدر صاحبه ورزقه الطمأنينة والتيسير في طلبه لذلك العلم وجعل ما يتعلمه نافعا له في دينه ودنياه وآخرته فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل علمنا نافعا شافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومما يدل على وجود النفع في العلم أن يكون هذا العلم سببا في زيادة الخشية لله سبحانه وتعالى ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله وهذا تظهر دلائله على طالب العلم كلما ازداد من العلم فإنه ينكسر قلبه لله جل جلاله ويصبح قريبا من الله وكلما اقترب من ربه هابه وطمع في رحمته ورجى ما عنده من حسن الثواب وحسن العاقبة والمآب فهذا العلم الذي يورث الخشية هو العلم المبارك وهو العلم النافع ولذلك وصف الله أهل العلم الذين أوتوا العلم بحق وكانوا من أهله القائمين بحقه وحقوقه أنهم أهل الخشية وتظهر آثار هذه الخشية بعمله بعلمه فإن الذي يطلب العلم ويكون في قلبه معظما لله سبحانه وتعالى فإنه كظهر آثار العلم في قوله وعمله وسمته ودله ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله عن السلف الصالح من الماضين كان الرجل إذا طلب العلم ظهرت آثار العلم في سمته ودله وشأنه كذلك مما يوصى به طالب العلم أن يكون حريصا على العمل بعلمه فهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا اغتحل فإن الآيات والأحاديث المباركة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يراد بها العمل فيحرص طالب العلم على العمل بما علم وأن يؤكون هذا العلم في قوله وعمله وجميع شأنه فإذا فعل ذلك جعله الله مهتديا في نفسه فإذا صار مهتديا لنفسه جعله الله هاديا لغيره فالمهتدي في نفسه بصلاح قوله وعمله واستقامته لربه فإن الله يجعله إماما للمتقين وقدوة للأخيار والصالحين نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل ومما ينبغي على طالب العلم أن يكون حريصا على آداب النبي على التخلق بأخلاق أهل العلم وطلاب العلم في قوله وعمله وسمته ودله وجميع ما يكون من شأنه وأمره فطالب العلم ارتفع من حضيذ الرذائل إلى قمم الفضائل بالأخلاق الفاضلة التي يقرأها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ لسانه ويحفظ جوارحه عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس فإذا فعل ذلك فتحت أبواب الخير في وجهه ويسر الله له أمره وشرح له صدره وأصبح في نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي كان عليه الصالحون من المهتدين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومما يعين طالب العلم على طلبه للعلم وسمو نفسه إلى الدرجات العلا في طلبه للعلم أن يحرص على أخوة الصادقين وصحبة عباد الله المتقين فهم القوم الذين لا يشقى بهم جليس يحرص طالب العلم على أن يجد القرناء الصالحين الذين يعينونه على محبة الله ومرضاة الله فيتذاكر معهم العلم ويتذاكر معهم ما تعلمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمذاكرة العلم ومدارسته مع طلبة العلم تتفتق بها الأذهان وينشرح بها صدر طالب العلم فيكمل بها نقصه ويجبر بها بإذن الله كسره واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة شكرا